بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده هنكلم على الانواع البرسنت كمبيت برسنت كمبيت تايبز قدامنا نشاط اسمه ايه مدته 15 يوم البرسنت كمبيت تايب بتاعه ديوريشن وقدامنا النشاط انه هو لسه ما بداش زي ما احنا شايفين طيب نبدأ نعمل بروغرس على النشاط هنقول انه هو ستارتت في نفس اليوم اللي كان مخطط يشتغل فيه 7 اكتوبر 2014 وهنقول انه فاضل منه حوالي 10 تيام لما بعمل كده ده بيغير في ايه في البرسنت كمبيت ده معناه انه هو خلص 5 تيام من العشرة يعني خلص 33% منه النسبة دي بتسمعلي في حاجتين بتسمع في الديوريشن برسنت كمبيت وبتسمع في اليونتز برسنت كمبيت التالتة اللي هي البرفورمانس برسنت كمبيت دي بتاخد من ديوريشن او فيزيكال او يونتز على حسب هو نوع ايه لو نوع ديوريشن هتاخد من الديوريشن لو نوع physical هتأخذ من physical لو نوع units هتأخذ من units ال duration متعلقة بالزمن اللي هي اللي أنا غيرتها دلوقتي اتغير معها بالتبعية units ال physical فضلت زي ما هي 0 ال units لو رحت أنا عدلتها من خلال resources يعني هفتحها resources وهقول ان ال actual اللي خلص لا مش 40 ال actual 0 وال remaining لسه 120 كلهم هلاقي ان ال units بقت 0 ال physical 0 ال duration لسه 33 طيب ال performance النسبة الرئيسية اخذ من مين اخذ من duration percent complete لانه هو النوع duration طيب لو غيت غيرت duration وخلتها units لو خلتها units هيقرب من ال units لأن duration percent complete 33 لكن ال units resources لسه زي ما هي 0 فقال يبقى نسبة انجاز النشاط 0 طيب جيت غيرت هنا ال actual وخليته 40 فبالتالي فضل 80 خلي اللي فضل مثلا 40 بقى 40 وفضل 40 يعني total 80 ال add completion فبالتالي بقى نسبة الانجاز كام 40 من 80 50 في المية هيقول ان نسبة انجاز ال units 50 في المية لكن ال duration 33 ليه 33 لان فاضل 10 تيام من اصل 15 ال remaining 10 من اصل 15 فبالتالي نسبة الانجاز الزمنية او duration عاملة 33 في المية بس طيب بالنسبة العامة performance percent complete او الرئيسية اخدها من مين المرادي اخدها من دي لان النوع units طيب لو جيت غيرت النوع وخليته physical physical يعني طبيعي او تقديري تبقى لرؤية الشخص نفسه ايه لو حطتها 10 هلاقي نسبة الانجاز العامة بقت 10 duration ما لاقاش علاقة وال units ما لاقاش علاقة لو حطتها 80 ما لاهمش علاقة لو حطتها مثلا 100 ما لاهمش علاقة تفضل دي 33 لان هو شايف ان لسه قدامه remaining 10 تيام ودي هتفضل 50 لان هو شايف ان ال units خلاص 40 من اصل 80 او من total at completion units 80 فبالتالي يبقى على حسب نوع نسبة الانجاز لو انا ناوي اشتغل بعيد عن الزمن وال resources فالمفروض ان انا اختارها physical لو انا ان اشتغل على duration فقط وهي دي اللي هتحدد لي النسبة طبقا للزمن يبقى اختار ان هي duration لو انا ان اشتغل ان هي على حسب resources والcost فاشتغل units طب لو فرضا انا شغال طبقا لل units هيبقى عندي نوعين ممكن يصبوا في ال budget واحد اللي هو expenses واحد اللي هو resources لو resources zero و remaining 80 فبالتالي add completion 80 ونيجي على expenses وهنحط ان النسبة كلها 100% هنا ال actual units والadd completion units خلينا على ال cost على دول ال actual cost هم ال 1000 اللي كانوا budget فبالتالي remaining zero يعني معنى كده ان هو خلص 100% من تكليف ال expenses هل ده هيفرق معاه في ال units person complete لا مش هيفرق مش هيسمع هو هيبقى كفلوس بس مدرجة لكن مش هيسمع وما زال ان هو معتبرها ان هي zero فلو انا هشتغل مثلا بنظرية expenses ومش هحط resources على المشروع فما ينفعش ساعتها ان اختار ان النسبة دي تكون units ساعتها لازم اختار بقى ان هي ايه زمنية duration ومش هيبقى عندي اختيار تاني الا ان انا ممكن اعمل physical او duration لكن ساعتها ما ينفعش لو انا مش هحطت resources على المشروع ما ينفعش اقول له units لان هي هتفضل ايه هتفضل zero وبكده نبقى اتعرفنا على ال percent complete types اشتغلbas